ما تشاهدونه ليس بسهل متيجة بل أراضي معروف الخصبة المترامية على ذفاف وادي السر والتي تشتهر بتنوع منتوجاتها الزراعية والفلاحية على مدار السنة لخصوبة تربتها موفرة بذلك مناصب عمل للعديد من شبان المنطقة كل هذا مهدد بالزوال بعد قرار السلطات المحلية بنقل المفرغة العمومية بطابلات بين هذه الحقول حسب فلاحي المنطقة سرعي عايشة منها حوالي 1100 الزيتون لا دعي لذكره الزراعية بمعنى الكلمة المفرغة عندها بلاس عندها الحجر في الحجر دينها في الحسبة وين ما تجيبش الغلة بصع ما دينها جيد راح في حي بك ما خدناك بك ما خدناك أجلونا الفلاحون طالبوا بلجنة تحقيق حول طريقة اختيار الأرضية وما سينتج عنها إن وضعت هناك نطلب من العدلة برك تفتح تحقيق فتراب هذا كيف هو اتبع كيف اتبع ما اللبناش هذه راح فيها ما ضر كبيرا للناس لأنه تدستيل لا تخرج فيها ديسر اللي راح بعيد عنينا حوالي 500 متر يدستيل يروح البارات كود يتأسر دون الناس تشرب منه ونطلبه وما من السيد الوالي هذا يبعث لنا كوميسيو نبدأ وها بضشرة بضشرة إنشاء مفرغة بهذا المكان كفل بالقضاء الفعلي على كل هذا الغطاء الأخضر وتحويل الألاف من الشباب إلى البطالة فهل يتدخل المسؤول الأول في الولاية وينقذ هؤلاء قبل أن يفقد مصادر رزقهم ترجمة نانسي قنقر